مصرحية للجنوب في طبعتها الثامنة التي انطلقت البارحة وستستمر إلى غاية 29 من شهر مارس بمصرح الوطني محيد الدين بشتارزي سنتحدث عن حيثية هذه الفعالية بحضور سيد جمال سعداوي منسق تنفيذي الأيام مصرحية للجنوب مرحبا بك بداية خلالنا نتحدث عن خصوصية الأيام المصرحية للجنوب وهل المنطقة تؤثر على المصرح جيد هذا السؤال الأيام المصرحية للجنوب هذا الموعد الثقافي المهم الذي أوجد له مكانا في الخارطة الثقافية الجزائرية كان موعدا بتأسيس القامة الراحل محمد بن قطاف يوم أن كان على إدارة المصرح الوطني الجزائري ثم حافظت إدارة المصرح على هذا الموعد الثقافي لما له من أهمية في المساحة الثقافية الجزائرية واليوم نحن نصل إلى الطبعة الثامنة في هذه الطبعة هي طبعة متميزة ربما لماذا هي متميزة؟ لأن هناك كثير من المعايير أخذت بعين الاعتبار في إنجاز هذه الطبعة أولا مشاركة الفرق ومشاركة الأعمال التي ستعرض هذه المرة ستكون عن طريقة كانت عن طريق انتقائي ولم تكن هناك مشاركة ألية في الطبعات السابقة كانت كل الولايات تشارك مشاركة ألية اليوم لا كانت هناك لجنة اختارت مجموعة من العروض من بين كل الطلبات التي جاءت للمشاركة وبالتالي كان هناك تركيز للنوعية العروض التي ستحضر في الطبعة إذن اليوم هذه الطبعة تتجه نحو النوعية المضمون التي سيؤسس للطبعة والطبعات القادمة الثاني شيء ما يميز هذه الطبعة كذلك هو اللقاءات الفكرية التي هذه المرة أخذت مساحة كبيرة جدا ففي كل صباحيات الأيام سيكون هناك لقاءات فكرية وركزت هذه اللقاءات الفكرية على الممارسة المصرحية الجزائرية في الجنوب أي هناك تجارب اشتغل فيها الكثيرون على مدار عقود في هذه الرقعة الجغرافية في هذه المساحة وهو الجنوب الكبير الجزائري فهذه التجارب تستحق اليوم أن تصلت عليها الضوء ويستحق كذلك كل مشتغل في الساحة المصرحية أن يعرف ما هي التجربة التي تأسست في هذا الفضاء الملهم والساحر والواسع والرائع الذي يلهم الكثير منها المبدعين إذن هناك كذلك سؤال مهم ضمن هذه اللقاءات والندوات سيتزامن مع اليوم العالمي للمصرح وهو كيف يتأسس المصرح على البحث العلمي إذن هناك نقلة نوعية في الكلام عن المصرح كذلك هناك ورشة تكوينية بدأت قبل الأيام وستستمر إلى غاية نهاية الأيام بتأطير مناء الدكتور والمخرج العراقي فاضل السوداني وبدأ مع مجموعة من الممثلين الموجودين في الفرق الموجودة في الجنوب وسيعمل معهم على نص عالمي لشيكسبير وسيكون هناك منتوج للورشة يقدم في ختام هذه الطبعة كذلك ما يميز هذه الطبعة أنه تم التفكير في مسابقة للكتاب المصرحيين في الجنوب فتم تنظيم هذه المسابقة وتلقينا طلبات وتم إحالة هذه الطلبات والنصوص على لجنة مختصة من أسددى جامعيين في مجال المصرح وتم اختيار ثلاث كتاب الذين سيحضرون في هذه الطبعة ليقرؤوا نصوصهم ثم بعد ذلك يكون متوجا واحدا من بين هؤلاء الثلاثة سيكون صاحب جائزة الكتابة المصرحية في هذه الطبعة شحال عدد المشاركين والفرق المصرحية إذن الفرق المصرحية هي سبعة فرقة مسرحية ستشارك من مختلف الولايات هناك فرقة من ولاية تمرست فرقة من ولاية أدرار هناك فرقة كذلك من بسكرة وهناك كذلك فرقة من جلفة وهناك فرقة من الأغوات إذن ما يميز كذلك هذه الطبعة هذه المرة أن هناك ضيف شرف وهي ذات بعد دولي وهي من دولة السودان الشقيقة ستكون مجموعة أو فرقة رتاح لتقدم مسرحية لماذا اختيار السودان بالذات كبلد وهل من علاقة بين المصرح الجنوب وبين المصرح دولة السودان بالضبط لأن الجنوب دائما هو الذي يعطينا فكرة على ملامسة الرقعة الجغرافية الجزائرية للفضاء الإفريقي والسودان هي موجودة في هذا الفضاء الإفريقي إذن هذا اللقاء بين البلدين في الفضاء الواحد هو الذي يؤسس لهذا الجسر الثقافي والسودان أصبحت تعرف نشاطاً مصرحياً كذلك متميزاً أصبح يفتك جوائز وغير من هذا فأردنا لهذه التجربة أن تحضر معنا اليوم كضيف شرف وأن يكون لها دور في إثراء هذه الطبعة المصرحية وفسيكون في الطبعات القادمة ضيوف شرف آخرين إذن اليوم هذه الطبعة تأتي بأبعاد متعددة البعد العلمي والبعد الثقافي المصرحي بشكل الممارس وكذلك بالبعد التكويني إذن كل هذه الأقعاد التكويني حتى نقول بأن العملية المصرحية تنبني على حلقة التكوين وتنبني على حلقة الممارسة وتنبني كذلك على حلقة المعرفة طيب نتحدث الآن عن الجمهور الذي يرتاد إلى المسارح بالنسبة للجنوب عنده جمهور أبو الفنون المصرح؟ نعم لديه جمهور وجمهور متعطش كثيرا للمصرح وكل ما تذهب مصرحية إلى هناك من المسارح المعروفة في الجزائر الجهوية عندما تقدم عرضها هناك يكون هناك جمهور كبير وغفير نتيجة لتعطش هذه المنطقة للمصرح لأن هذا الفضاء بحد ذاته هو فضاء يوحي بالهدوء وبالسكينة وكذلك يوحي بكثير من الأشياء التي لازالت قائمة كقيم كأخلاقيات كعادات كثقفة وطراث إلى غير من ذلك كل هذا الزخام الموجود في هذه المساحة لازال يحظر كعامل ثقافي وكعامل مشارك وفاعل في الفضاء وهل يؤثر على المادة التي تقدم فوق رقح المصرح بالنسبة للبيئة التي يعيش فيها الإنسان عندها تأثير عن ما نقدم من المصرح نعم ولهذا نجد أن الكثير من الفرق الممارسة في الجنوب تميزت تجاربها فمن خلال الندوات الفكرية سنعرض في الندوة الأولى تجارب الاشتغالة التي كانت موجودة في هذه الجنوب فهناك من اشتغل عن المصرح الشعري الغنائي هناك تجربة جمالية ذات بعد جمالي ونعرف نحن أن الجنوب فيه الكثير من الشعراء وبالتالي هناك حاولت التجربة المصرحية أن تستثمر هذا الشعر في المصرح وذوقين في الجنوب حتى أن من المدن التي لا تزال تحافظ على الآلات العريقة والعتيقة مثل القانون والعود والكمان أيضاً بالضبط والإمزاد إلى غير من هذا في التمرأس إذن هناك تجربة في أضرار عميقة جداً في إطار توظيف الطراث في المصرح من خلال الفرق المصرحية الموجودة في أضرار هناك ولم تتخلى على هذا البعد هناك كذلك تجربة أخرى تؤسس للمصرح الشعبي هناك اليوم مصرح آخر يؤسس لفكرة الطقس في المصرح كيف يكون المصرح عبارة عن طقساً له عاداته وله استثنائيته وله حضوره في الركح المصرحي هناك كذلك تجربة لمحاولة الاشتغال على المصرح العالمي في الجنوب في فرقة تندوف فقد يشتغلوا على هاملة لشيكسبير فهذاك تنوع في التجربة في الجنوب واليوم هناك فرقة في تمرأسة هذا الجنوب الكبير هي فرقة ناشئة ولكن تقدم أعمال جيدة إذن هناك عمل مستمر في بساحة الجنوب على مستوى المصرح كل هذا يوحي بأن العملية المصرحية لم تنقطع منذ عقود وأن لم يزالت مستمرة وأنها تطور نفسها واليوم الجميل أن هؤلاء يطورون أنفسهم عن طريق البحث وعن طريق المعرفة إذن اليوم التجربة المصرحية تنتقل إلى بعد آخر وهو كيف نؤسس للمصرح عن طريق البعد المعرفي ومن خلال هذه التجربة تم نقل الجنوب الكبير إلى الجزائر العاصمة كيف كان تجاوب الجمهور اللي كان حاضر البارحة بمصرح محي الدين بشترزي وكيف تتوقعون أن تكون ردة فعل الجمهور حول ما سيقدم لأن جمهور المصرح عند عين انتقادية درجة أولى صح؟ صح بالضبط وهذا هو الجميل الذي سيمكن الحركة المصرحية فيها الجنوب من أن تثري نفسها بنفسها من خلال لقائها بالنقاد لقائها بالجمهور الموجود في هذه المدن الشمالية التي ستلتحم مع هذه العروض ونعرف نحن أن مدن الشمال كذلك طرى الجنوب بعين جمالية وجده ملهمة وجده قربا منها الإبداع وبالتالي هناك حضور قوي من طرف الجمهور لمعرفة هذه التجربة وأصرارها وخفاياها أغلبية النصوص أستاذ بالدارجة واللهجة المحلية أم تم توظيف لغة العربية؟ نعم هناك اشتغال كبير جدا وملحوظ باللغة العربية الفصحى وكذلك هناك الدارجة ولكن ليست الدارجة اليومية بل هي الدارجة المهذبة التي تقترب من لغة الشعر الشعبي ومعروف عن حكان الجنوب أنهم يتحكمون ويتمكنون تمكن رهيب في لغة العربية نعم وهذا يعني شيء إيجابي في اشتغالهم في المصرح يمكنهم من الذهاب بعيدا في كتابة نصوص جيدة وربما في الاشتغال على نصوص ذات قيمة عالية جماليا إذن كذلك الجيد في هذه الطبعة أنه سيكون بعد كل عرض هناك جلسات نقدية يسيرها أساتذة متخصصة في المصرح وبالتالي هذه ستمكن كذلك من الفرق المصرحية من أن تعيد حساباتها في كثير من الأشياء على مستوى الممارسة وهذا ما يعطي لي كذلك طبعة يعني قيمة مميزة إذن حضور الإعلام في هذه التظاهرة مهم جدا لكي يصل التضوء على المواهب وعلى المبدعين وعلى المشتغلين في الساحة المصرحية في الجنوب إذن هناك عملية ثقافية مشتركة يشارك فيها الجميع طيب كيف اجتم توزيع الأنشطة من خلال كل هذه الأيام 25 إلى غاية 29 أربعة أيام هل تتشابه الأيام أم تختلف باختلاف البرنامج؟ لا عندنا يوم من الافتتاح إذن مخصص للافتتاح الرسمي إضافة إلى عرض مصرحي لفرقة أدرار ثم بعد ذلك سيكون كل يوم عرضين اثنين عرض على الساعة الثالثة بعد الزوال وعرض على الساعة السابعة مساء ولدينا كل صباح من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر ابتداء من يوم الاثنين إلى يوم الخميس سيكون مخصص لنا الندوات الفكرية وأن بعد كل عرض سيكون هناك الجلسات النقدية إذن هذا كل تقريبا البرنامج المباشر أو عندي البرنامج الأروض بقاعة مصطفى كاتب إضافة ساعة ثالثة مصرحية نوارة عندنا الساعة السابعة مصرحية الواد الغربي أما يوم الثالثة سبعة وعشرين من شهر مارس الثالثة أو زوالا مصرحية الحلم الأسود السابعة مساء مصرحية اختراب يوم الأربعاء ساعة ثالثة مصرحية الصوات الهامش والقناديل الساعة السابعة مصرحية أشباه وطاولة بالضبط ويوم الخميس سيكون مخصص للاختتام سيكون تقديم منتوج الورشة التي يشرف عليها الدكتور العراقي فاضل السوداني مع الممثلين من الجنوب سيكون تقديم منتوج هذه الورشة على الساعة الثالثة بقاعة حاج عمار بالمصرح الوطني وسيكون على الساعة السابعة مراصيم الاختتام من خلال عرض ضيف شرف السودان أحجية إلكترونية لفرقة رتاح السودانية إذن هذه على مستوى البرنامج العروض كذلك هناك برنامج جواري في الساحة المقابلة للمصرح الوطني أو المحاذية للمصرح الوطني هي مخصصة كذلك لبعض الفرق الفلكلورية الشعبية هناك فرقة فلكلورية من وادي سوف فرقة فلكلورية من تمرست للرقصات التاريخية وكذلك في أي يوم سيكون هذا العرض؟ سيكون متزامنة مع بداية الطبعة سيكون بالنسبة لأمس اليوم الأحد يعني فرقة الخيام للفنون الشعبية والبرود وديسوف ورقصة فلكلورية تاريخية مع فرقة تكوبا غار تمرست بالنسبة يوم الاثنين ستة وعشرين مارس سيكون جمعية بودرقة للمصرح البيض تقدم عرضاً مصرحياً في إطار مصرح الشارع في هذه المساحة الخارجية ويوم الثلاثة يوم سبعة وعشرين مارس سيكون تعاونية الفنية ديوان الحلقة لتيارت تقدم عرضاً بعنوان فرجة في السحة حتى لا ننسى وهو بما يسمى مصرح القوال مصرح الحلقة الذي هو قريب من المصرح الشارع في يوم الأربعاء يوم ثمينة وعشرين مارس جمعية شباب الجزائر لتبادل وتشجيع مبادرات الشباب الجلفة تقدم كذلك عرضاً في ديوان الحلقة الذي هو كذلك قريب من مصرح الشارع إذن حتى يكون طراثنا حاضر كذلك وقريب من المصرح برنامج ثري وثري جداً ندعو كل مشاهدين أنهم يكونوا حاضرين بالمصرح الوطني محيدين بشترزي لحضور الأيام المصرحية الجنوب التي انطلقت الباري حتى تستمر إلى غاية الـ 29 من نفس الشهر شكراً لك أستاذ جمال سعداوي منصق تنفيذي الأيام المصرحية للجنوب نورتنا بإطلالتك وحضورك وأكيد أن كاميرا سباح الشروق ستكون حاضرة لملافقة كل هذه الفعالية شكراً لك مرحبا بكم ونقول لكم لا تضيعوا هذه الفرصة الإبداع والسحر والجمال والإلهام وكل الإبداع والسحر والجمال حاضر معنا بحضور العديد من الفقرات المتنوعة بمرنامجنا الصباحي سباح الشروق فاصل وتنظم إلينا وسيلة وتدبير لهذا الصباح بفضل